نظمت القوات المسلحة مؤتمرا صحفيا عالميا للاعلان عن فعاليات المعرض المصري الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية ايديكس 2018 والذي يعقد في مصر لأول مرة وستجرى فعالياته خلال المدة من الثالث وحتى الخامس من ديسمبر 2018 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح وصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي شارك في المؤتمر اللواء دكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء أركان حرب طارق سعد زغلول رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة واللواء دكتور طاها بدوي رئيس الشركة العربية العالمية للبصريات والسيد توماس جونت رئيس شركة كلاريون بمنطقة الشرق الأوسط بدأ المؤتمر بكلمة اللواء دكتور محمد العصار أكد فيها أن القيادة السياسية تولي اهتماما ودعما كبيرا لهذا المعرض ليكون حدثا عالميا بارزا بين المعارض والمؤتمرات العالمية الممثلة موضحا أن هناك تنسيق تام بين كافة الوزرات والهيئات والمؤسسات بالدولة لخروج المعرض بالشكل الذي يعبر عن مكانة مصر الدولية والعالمية مشيرا إلى أن المعرض يعقد بمشاركة أكثر من 373 شركة عرضة يمثلون 41 دولة من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى حضور العديد من الوفود الرسمية لوزراء دفاع ورؤساء أركان ووزراء الانتاج الحربي من مختلف الدول ومن المتوقع حضور أكثر من 10 ألاف زائر من كبار العسكريين والمصنعين للمعدات الدفاعية على مدار الثلاثة أيام المقام بها المعرض وتضمن المؤتمر الإجابة على أسئلة الصحفيين ومراسل وكالات الأنباء العالمية من قبل المسؤولين عن المعرض لتوضيح كافة الاستبصارات حضر فعاليات المؤتمر عدد من الملحقين العسكريين المعتمدين وعدد من الخبراء والمستشارين العسكريين وممثل وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية المصرية والأجنبية